مصر المقاصة كان محط أنظار الجميع في الموسم الماضي ليس فقط بسبب أذائه الرائع والمميز ولكنه كان طرفا في أحد أشهر صراعات الكرة المصرية بين الأهل والزمالك بسبب صفقة نجمه الشاب أحمد الشيخ الذي انتقل إلى القلعة الحمراء بعد شهور من الشد والجذب مع غريمه الأبيض الشيخ لم يكن الصفقة الوحيدة التي تنافست عليها أندية الدوري فهناك المهاجم الهداف والفراج الذي انتقل إلى امبي في الأخير والظهير الأيسر المميز باسم عبد العزيز والذي تمسك به نادي المقاصة رغم إغراءات الأهل والزمالك ومثل ما كان الحال في الموسم الماضي هو يتجدد الآن مع اثنين من أهم لاعب الكرة المصرية في الوقت الحالي محمود عبد العاطي دونجة عمر بركات هما نجم مصر المقاصة في هذا الموسم ويرتبطان بكل قوة للانتقال إلى القضبين في الصيف المقبل عمر بركات النجم القادم بسرعة الصاروخ في الكرة المصرية هو مطلوب بقوة في الأهل والزمالك بعد أن أصبح من أبرز وأهم نجوم الكرة المصرية في الوقت الحالي ربما لا يعرف البعض أن بركات كان لاعبا في النادي الأهلي لمدة عشر سنوات منذ أن كان عمره خمسة أعوام ولكن تم رفضه في مدرسة الناشئين بسبب ضاءة جسده لينتقل إلى ناشئ الزمالك تحت سبعة عشر عام ولكن لم يحصل على أي فرصة للمشاركة تحت قيادة المعلم حسن شحاته ليرحل إلى بلجيك بحثا عن الاحتراف لكن القدر أعاده إلى مصر دون أن تنجح كل اختباراته في الأندية البلجيكية حتى انتهت فترة إقامته وعاد إلى مصر وفضل السماع إلى نصيحة والده بالبقاء عاد للزمالك مع بيرا لكنه لم يوقع عقودا فخطفه المقاصة وتدرب مجددا تحت قيادة العميد ومن ثم إيهاب جلال حتى أصبح من العناصر الأساسية للفريق لا سيما وأنه سجل ستة أهداف وصنع هدفين في ثمان عشرة مباراة وبواقع تسعمائة وخمس وستين دقيقة فقط في الدور العام بركات صاحب الأحلام الكبيرة مع ابراهيم ثايق في السوبر